أبدأ من هذه الرسالة العراقية من الناصرية ومن الدكتور أحمد عبدالحسين عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أذع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأا توجد أحاديث كثيرة لأهل البيت تمنع أصحابهم من إذاعة بعض أحاديثهم فما هي الضابطة في زماننا للأحاديث التي يجب الامتناع عن إذاعتها ونشرها مرة نتحدث عن مصطلح ورد في كلماتهم صلوات الله عليهم أسرار آل محمد وهناك نهي عن كشف أسرار آل محمد السؤال هنا ما المراد من أسرار آل محمد هل هي الأسرار الحقيقية أم هي أسرار نسبية إذا كان الحديث عن أسرار حقيقية لآل محمد فنحن لا نعرفها أساسا حتى نعلنها هي أسراره إذا كنا نتحدث عن شيء يقال له حقيقة بأنه سر السر سر نحن لا نعرفه فإذا كنا نتحدث عن أسرار آل محمد بالمعنى الحقيقي فإننا لا نعرف أسراره لأنها عندهم وهم لم يطلعون عليها أما إذا كان الحديث عن هذا العنوان أسرار آل محمد بالمعنى النسبي إنها أسرار نسبية وهو هذا المقصود الأسرار النسبية ما هي بأسرار حقيقية وإنما تصبح أسرارا لظروف معينة السر الحقيقي سر لا يطلع عليه أحد أما السر النسبي فإنما يكون سرا بحسب الظروف والملابسات المحيطة به فقد يكون سرا في زمان ما وقد لا يكون سرا في زمان آخر وهكذا ويكون سرا بالنسبة لشخص معين ولا يكون سرا بالنسبة لشخص آخر هذه هي الأسرار النسبية فما جاء في أحاديث العترة من حديث عن أسرار آل محمد إنهم يتحدثون عن أسرار نسبية تكون أسرارا في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة بالنسبة لبعض الأشخاص ولا تكون كذلك بالنسبة لزمان آخر لمكان آخر لأشخاص آخر إذن الروايات حين تحدثت عن أسرار آل محمد تحدثت عن أسرار بالمعنى النسبي وليس بالمعنى الحقيقي لأن الأسرار الحقيقية نحن لا نعلمها حتى نكلف بعدم إعلانها أو بعدم إذاعتها تلك أسرارهم الخاصة به الأسرار النسبية على نوعين هناك أسرار معرفية قد ترتبط بالعقائد قد ترتبط بتفسير القرآن قد ترتبط بالفتاوى والأحكام علم الدين علم الدين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم وهذا الأمر يختلف من زمن إلى زمن في مقطع زماني معين هذا النوع الأول من الأسرار معين وهكذا هذا النوع الأول من الأسرار النسبية النوع الثاني وهو الأهم وهو الأهم إنها الأسرار العملية بعبارة أسرار بعبارة أخرى أسرار برنامج عمل الإمام المعصوم مع الذين يشرفون على هذا البرنامج من شيعته وأتباعه ويعملون فيه كل إمام من أئمتنا عنده مشروع عمل عنده برنامج عمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام هناك عمل للإمام المعصوم يرتبط بزمانه وبأمة ذلك الزمان وهناك عمل للإمام المعصوم يرتبط بالتمهيد للإمام القادم وللجيل القادم الذي سيكون في زمن ذلك الإمام إنه الإمام الذي يأتي من بعده وهناك عمل للإمام المعصوم يرتبط بمشروعهم الكبير إنه المشروع المهدوي الأعظم فكل إمام من أئمتنا ابتداء من رسول الله وانتهاء بإمامنا الحجة بن الحسن فهو يعمل لزمان إمامته في الغيبة وفي الظهور ويعمل كذلك للتمهيد لمرحلة الرجعة لسيد الشهداء الذي سيكون راجعا في المقطع الأخير من زمان قائم آل محمد حتى يتيقن الناس بأن هذا هو الحسين الحسين وحينئذ سينتهي العصر القائم هكذا حدثون في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة فكل إمام يعمل بهذه الاتجاهات الاتجاه الأول يختص بزمانه وشيعته الذين هم في زمانه والاتجاه الثاني تمهيد للإمام الذي يأتي من بعده والاتجاه الثالث تمهيد للمشروع المهدوي الأعظم إمام زماننا اتجاهاته الثلاثة هي برنامجه لغيبته وظهوره عمله للتمهيد لرجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعمله للتمهيد للدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة فكل المحصومين هذا هو عمله قطعا حينما يكون العمل بهذا المستوى هناك أسرار هناك ارتباطات هناك علاقات هناك إمكانات مادية معنوية ترتبط بتفعيل هذه البرامج أسرار هذه البرامج هي الأسرار الأهم هي أهم من النوع الأول لأن الأسرار هذه يجب المحافظة عليها على كل حال في كل زمان في كل مكان إلا أن يأذن الإمام لحكمة لمصلحة أن تتسرب بعض الأسرار في زماننا الآن لا توجد أسرار من النوع الأول الكتب موجودة في كل مكان بإمكان أي شخص أكان من الشيعة أم لم يكن من الشيعة أن يصل إلى كتب حديث أهل البيت كي يطلع على أحاديثهم وخطبهم ورواياتهم وزياراتهم وأدعيتهم في زماننا الآن لا توجد أسرار على الإطلاق لا توجد أسرار أي أسرار والكتب والأحاديث والكلام واقع تحت أيد الجميع إن كان بالفعل أو بالقوة إن لم تكن الكتب متوفرة عند أحد فبإمكانه أن يحصل عليها أن يحصل عليها من المكتبات العامة على سبيل الاستعارة أن يذهب إلى سوق الكتب كي يشتريها أن يدخل إلى الشبكة العنكبوتية كي يصل إليها وهكذا الكتب موجودة في كل مكان فما بقيت هناك من أسرار من النوع الأول ما يرتبط بالعقائد بالتفسير بالفكر بالفتاوى إلى غير ذلك قد يقول قائل مثلا في دولة طالبان مثلا في أفغانستان الكلام لا يكون هنا عن أسرار وإنما سيكون عن تقية أحكام التقية شيء وأحكام الأسرار شيء آخر فالمشكلة التي ستواجه الشيعي في بلاد كبلاد طالبان إنها مشكلة التقية أما إذاعة الأسرار فهذا عنوان له طبيعته له خصائصه في زماننا لا توجد أسرار لكن لو أن شخصا صار جزءا من الذين يطلعون على النوع الثاني من الأسرار أن يكون على علاقة بإمام زماننا فأسرار برنامج عمل إمام زماننا هذه هي الأسرار في زماننا هذا إذا كان هناك من إنسان قد اطلع على هذه الأسرار الروايات تخبرنا أن مجموعة من الشيعة نحن لا نعرفهم يكونون على علاقة خاصة بإمام زماننا وهؤلاء يحفظون الأسرار أسرار عمل إمام زماننا وتذهب الأسرار معهم إلى قبورهم هذه هي الأسرار من النوع الثاني الرواية في مختصر البصائر بصائر الدرجات لسعد الأشعري القمي وهذا هو مختصر بصائر الدرجات والذي يعرف بمختصر البصائر الكتاب الأصل لسعد الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم أما المختصر فهو للحسن ابن سليمان الحل من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة التاسعة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث السابع والتسعون بعد المائتين بسنده عن بسنده بسند سعد الأشعري إنه صاحب الكتاب الأصل بسنده عن يونس ابن يعقوب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أذع علينا شيئا من أمرنا هذه أسرار عملهم من أذع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ العباسيون قتلوا الأئمة لا لأجل الجانب المعرفي قطعا هم يرفضون الجانب المعرفي لكنهم قتلوا الأئمة خوفا من برنامج عملهم على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني إن كان الإمام يوجه أنظاره لزمانه أو للزمن القادم الذي يرتبط بالإمام الذي يليه أو للبرنامج الأكبر لمشروع إمام زماننا الحجة بن الحسن من أذع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ النظرة الأولى تذهب إلى النوع الثاني من الأسرار في زمان الغيبة النوع الثاني من الأسرار نحن لا نطلع عليه هناك مجموعة خاصة تطلع عليه نحن لا نعرفها وهم يأخذون أسرارهم معهم إلى قبورهم بقي الكلام في النوع الأول من الأسرار في زماننا لا يوجد شيء يقال له سر من النوع الأول الأحاديث موجودة في كل مكان ونحن مأمورون بنشر هذه الأحاديث علينا أن نراعي التقية في بعض الموارد إذا كان حكم التقية واجبا علينا وعلينا أن نراعي المدارات في بعض الأحيان لكن حينما يكون الكلام صدعا بالحق مثلما أدعيه الدعي لأنني أرى وظيفتي أن أصدع بالحق فهنا لا أبالي بالتقية ولا أبالي بالمدارات سيكون التكليف صدعا بالحق أن تطرح الحقائق كما هي لأن الواقع يفرض علي وعلى أمثالي أن نصدع بالحق لا بد من صادع يصدع بالحق وإلا ستضيع الحقائق إذا بقي الأمر على الطوسيين اللعناء ستضيع الحقائق لن يبقى شيء من دين العترة الطاهرة ودائما أقول لا بد من شخص تكسر برأسه الجرة وأنا الذي تبرعت وبكل فرح وسرور أن تكسر الجرة برأسي فلا يوجد سر في زماننا لا بالنسبة لي ولا بالنسبة للسائل ولا بالنسبة لأي شيعي هناك تقية في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة هناك مدارات للذين هم في مقام التربية والتعليم الذي يكون في مقام التربية والتعليم عليه أن يتبع أسلوب المدارات وعليه أن يتبع أسلوب البيان التدريجي شأن التعليم هو هذا أما شأن الصدع بالحق فهو هذا الذي أتصدى له وأقوم به من الآخر في زمان الغيبة الطويلة في زماننا هذا لا توجد أسرار من النوع الأول ترتبط بأحاديث نحن في زمان يجب علينا أن نعرف بفكر العترة الطاهرة على الجميع على الجميع وكل شخص بحسبه هناك من هو قادر أن يتكلم بلسانه عليه أن يتكلم بلسانه ولو مع شخص واحد وهناك من هو قادر أن يشتغل في حق للإعلام فعليه أن يبادر إلى هذا إذا كان متمكنا من العمل الإعلامي على مستوى الراديو على مستوى التلفزيون على مستوى السينما على مستوى الإنترنت على مستوى الصحافة والمجلات كان قادرا على الكتابة والتأليف عليه أن يبادر كان قادرا على نظم الشعري وكتابة الرواية الأدبية عليه أن يبادر كل بحسبه كل بحسبه إذا كان الإنسان قادرا على الأقل أن يتحدث مع أسرته مع الناس القريبين منه هذا هو الكافي الجزء 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 الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة الخمسين الحديث التاسع بسنده بسند الكليني مؤلف الكافي عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه رجل راوية لحديثكم يبث ينشر في كل مكان رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ينشره ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم يشدده من خلال أساليب طرحه وبيانه ومن خلال تعميق المضامين والمعاني كالذي أفعله في برامجي إنني أوظف كل موهبة أمتلكها أوظف كل ثقافة أعرفها أوظف كل قدرة أستطيعها لأجل خدمة حديثه هذا هو معنى التشديد رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل قال الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد والألف هو الرقم الأعلى في لغة العرب لا يوجد في لغة العرب مليون أو بليون مليار لا توجد هذه الكلمات في لغة العرب أعلى رقم في لغة العرب الألف الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا يشددها يثق رباطها مع إمام زمانها يثق رباطها مع ثقافة دين العترة الطاهرة الراوية الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد الحديث الثامن بسنده بسند الكليني عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه عالم عالم إنه راوية الحديث عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد كان في نية أن أقرأ بعض الأحاديث المهمة من تفسير إمامنا الحسن العسكري لكنني أرى الوقت يجري سريعا ولذا فإنني طويت كشحا عنها من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطاء في زماننا إذا كان هناك من برنامج عمل لإمام زماننا ونحن قد اطلعنا عليه فإن الرواية هذه ترتبط بأسرار عمل إمام زماننا هذا إذا كان موجودا أما والواقع الذي نعيشه والحال الذي نحن عليه فلا توجد أسرار هناك تقية هناك مدارات هذه الأمور تجب مراعاتها إذا كانت واجبة على الإنسان أما الأحاديث التي في الكتب فكيف لا نذيعها وهي موجودة في كل مكان هي مذاعة أساسا الكتب متوفرة وبإمكان أي شخص أن يصل إليها فإن الإذاعة حاصلة بحسب الواقع حينما نتحدث عن عدم الإذاعة لابد أنها موجودة في مكان لا يصل الناس إليها بإمكان أي أحد أن يصل إلى أحاديث العترة الطاهرة من أولها إلى آخرها والزمان مختلف زماننا يختلف عن الأزمنة الماضية بل زماننا الآن يختلف عن خمسين من السنين الماضية إذا رجعنا إلى خمسين سنة مما مضى من القرن الحادي والعشرين أو من القرن العشرين فإن زماننا الآن يختلف اختلافا كبيرا عن نصف قرن من الزمن الماضي أتمنى أن يكون الجواب واضحا ونافعا ومفيدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر